مع شروق شمس نهار اليوم كنا على مشارف قرية إلمانة تابع إقليمياً لبلدية تمراصة بخصوص تلاميذ المراحل المتقدمة متوسط وثانوي فاليوم هو آخر أيام العطلة الإجبارية التي دخلوها بعد منتصف النهار يستعدون للتنقل إلى مدينة تمراصة التي تبعد حوالي 70 كيلومتراً في حين أن رحلة العودة ستكون مع نهاية الفصل الدراسي الأول طريقة رهي وعلى كما شفتوها والنقل مدرسي معدناش أنا رايحين لدي العيل هذه منتع القرية الداخلية في أوتولو طمراصة معدناش نقل مدرسي كتشوف العيل ذو كندوهم نحنا منذرك من بداية السنة حتى التروامو حتى العطلة اللو لانتع الفصل الأول باش نعودوا يولو ناشينا الداخلية إلى العطلة العطلة باش ومولو هنا خلاص حبينا باش يولجينا كاشكار باش يدونا يرجعنا من فصل إلى فصل باش ترجع الأهل انتعك ومدربينا نطلبوا من السلطات المعنية يدينوا لنا نقل يجيبنا في الويكاند الرجعوا الداوين هنا فكيف تصرفت السلطات الولائية بتمراصة أمام هذه الوضعية؟ كل مناطق الدل لازم نهتموا بها ورانا نهتمين بها وما زل نزيدون نهتموا بها فالنقل مدرسي كانت عندنا 33 حافلة قسمنا منها 17 ومدينا حافلة واحدة لقرية إليمان هذه ساعة ما زل ما بدوش يعملوا بها لأنه ينقصنا سائق سائق الحافلة هذا ما خصنا راننا معنا إجراءات مع البلدية باش منعطوهم سائق حافلة ليكون قريب هم يروحوا يروحوا كل شهر شهر ونصف احنا قد ندير مجهود باش نقول لكل عشرية وكل أسبوعين ندهم لأنه كان مشكل تمه كبير وهو مشكل طريق وباعتبار قرى الهوغار المتباعدة مصنف أغلبها كمناطق غرل تبقى أولوية الأولوية عند الدولة ضمان تمدرس سليم لأبناء هذه المناطق